بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم الشيريت كي راكم ديرين ان شاء الله هراكم غاية وامهنين وفرحانين توماء وقال العيلة دعكم كما راكم تشوفوا عاود ترجعت لكم بحكاية جديدة وكل عادة حكاية نقية حقيقية تقول صاحبات الحكاية السلام عليكم انا ام غزلان من ولاية سيدي بالعباس عمري 35 سنة متزوجة منذ 15 سنة تقريبا ما كيثبي البيت وام لي زوج بناته وولد اكبر وحدة في بناتي غزلان عمرها الان 13 سنة واصغرهم اياد عمره الان اربع سنوات من قبل كنت هانية وسعيدة في حياتي الزوجية واهل زوجي يبغوني وديريني كما بنتهم واعز لكن الصدمة الام هذا وصلت لاطلاق وقعدت ربع شهور في دارنا غضبانا وزوجي مصر على الطلاق والسبب الشي اللي دارته بنتي غزلان في سلفتي والحمد الله عندي يومين رجعت لداري وراني نحمد في ربي صبح وعشية وندعي للانسانة اللي كانت سبب في لم شملي انا وزوجي وولادي حكيتي فيها عبرة كبيرة نتمنى تسمعوها وتاخدوا منها العبرة المهم لما نطول عليكم نحكي لكم حكيتي بتفاصيل مهمة وباختصار شديد لما كان عمري عشرين سنة كنت عايشة انا والدية وربع اخوتي ذوكور زوجي كبار عليا وزوجي صغار عليا يعني انا الوسطانية كنت محبسة قرية وقعدة في الدار والحمد الله نعرف نخيط نعرف نطيب الحلوة المملاحات وكنت نخدم على روحي مثلا واحدة عندها عرس نصنع لها القاطو ولا عندها خطبة ولا عندها طهارة ولا تكون مزيدة المهم اي مناسبة نكون حاضرة فيها ونخدم والشي اللي ساعدني القرية اللي كنت ساكنة فيها تقريبا معزولة بعيدة عن المدينة وما فيهاش الخياطات بالزيف ما فيهاش اللي يديروا الحلوة وانا كنت نتعلم في اليوتيوب والحمد الله الخدمة كانت ماشية معايا نهار اللي مندخلش دراهم اندخل خمسين ستين سبعين مرات كنت نعاون بويا في المصروف ومرات نخبي دراهم كنروح للمدينة نشري الجهاز كنت نجهز قبل ما يخطبوني كنت نغير مسحاباتي مبنة جوارينا ابنة عمتي ابنة خالاتي هما يجهزوا وانا لا وهنا قلتها واه نعيما لازم انتي تاني تجهزي اراكي منيتك انتي تاني دوك يجيك عريس ويلقاك واجدة وشارية الجهاز وبديت نجهز مرات نشري شانغلا مرات نشري صابو مرات نشري بدعية مرات نشري منيكشا وما كانت تشجعني تقولي عندك الصحية بنتي لم يجهزك في هذا العام تحديدا جاوني خطابة ما نعرفوهم ما يعرفونا وطبعا قبل بويا ما يقولهم واه راني قابل نعطيكم بنتي اراحوا سقص عليهم وعرف بلي العريس واهله ما شاء الله ما فيهم حتى عيب وزيد بالزيادة لابس بيهم قالهم بويا مرحبا بكم الى اعطاكم ربي راني اعطيكم رجعوا وتفاهموا على الشروط وتمت الخطبة شفت العريس وشافني عجبته وعجبني بعد فترة قصيرة دفعوا المهر وداروا لي الخاتم وبديت نجهز وطبعا بقيت نحكي انا وخطيبي باش يتعرف علي ونتعرف عليه طبعا نحكوه في الهاتف ومرات يجي عندي للدار باش يشوفني بعد عامي الخطبة اي بأمر 22 سنة الحق موعيد العرس فات عرس الشباب دي تجهاز ما شاء الله هذا ذهب هذا قش هذا ملابس تزوجنا ورحت نسكن في دار العيلة المتكونة من عجوزتي وشيخي واخت زوجي مخطوبة وقريب عرسها وثلاثة خاوت راجلي عزاب واحد فيهم عصقري في ولاية اخرى وزوجي هو الكبير فيهم والحمد لله دارهم كبيرة وعندهم الوساع ومشروحة وناس محترامين كنت خايفة منهم من قبل لكن سبحان الله من اول يوم ارتاحيت لهم وارتاحوا لي وبما انه انا الكنة الاولى ومرت البكري مرت العزيز عجوزتي وشيخي كانوا مقلشيني ومدليني ويشاوروني في كل صغيرة وكبيرة الصبغة على الدار قبل ما يصبغوا يقولوا لي نعيمة انتي اللي تخيريها وحتى خاوت راجلي دايريني كما اختهم يبغوني ومحترميني ويحشمون مني اما راجلي ما شاء الله انسان ما عندي ما نقول فيه يعملني احسن معاملة يجيب لي الهدايا يديني يحوس بيا فاتل عامل اول تعزواج ويلو ما زال ربي مرزقنيش بالاطفال وانا نموت عليهم من اللي كنت عزبا وليت نتقلق وكل يوم نبكي عجوزتي وشيخي وحتى خاوت راجلي وراجلي يصبروني يقولوا لي انعلي الشيطان هاد الشي بيد ربي وديجا ما زالك صغيرة وما زال يعني عادك تزوجتي المهم بداراجلي يجري عليا من طبيب لطبيب اداني حتى التونس والحمد الله ما لحقتش عامين زواج وحملت وفي فترة الحمل قلشوني وحموني اللي نقول عليها تكون بنيذية فاتت فترة الحمل بسلام وجبت بنت وسميتها غزلان طبعا العيلة قاح فرحوا بيها واستمرت حياتي مع ناس داري بدون مشاكل حقيقة عمري ولا توقعت انطيح في ناس كما هاذو مرات كين الدابز مع راجلي هو من اللي صالحوا بيناتنا ويوقفوا معايا انايا بعد ما بنتي ولا في عمرها عامين ونص زدت حملت وجبت بنت اخرى وسميتها مروة وبعد مرور السنوات زدت ولدت وجبت ولد وفرحوا بيه داع العائلة تزوج حماية ثاني وسكن في الطابق الثاني وبقيت هنا وعجوزتي في الطابق الارضي قلت لي حمبوك نعيمة بنتي ما تروحيش وتخليني قعدي معايا قلت لها واهم ما نقعد معاك انا بروحي ما نقدرش نرحل ونسكن وحدي والحمد لله سلفتي حتى هي ناس ملاح كنت نتفهم معها تقول خواتات كبروا بناتي ولوا ويقرعوا غزلان مجتهيدة وشاطرة وحارة في الهدرة وعمامها واخوالها يموتوا عليها خصوصا خويا الصغير محمد يبغيها ومقلشها وكل ما تدي معدل منيح يشيري لها فيلو يعطيها دراهم والخطرة التالية شلالها تليفون الصدمة العام هذا قبل خمسة شهر تزوج حماية الصغير مع بنت جوارينا عمرها 17 سنة والبنت هذه كان بغيها خويا لكن هي رفضاته لأنه مش خدام ومش مسؤول على حد قولها بالرغم من أنه كنت على بالي باللي خويا كان بغيها وقالها نجي نخطبك ورفضاته إلا أنه عمري والله قلت عليها وقلت هذا مكتوب ربي وكنت نعملها كما بنتي المهم تزوجت مع حماية وسكنت معي أنا وعجوزتي في الطابق الأرضي كل واحدة والشمبراتيحة والكوزينة بيناتنا وبما أنه هي صغيرة عمرها 17 سنة وأشهر قليلة حتى 3 شهر ولا 4 شهر وبنتي الكبيرة غزلان عمرها 13 سنة كانوا يتفهموا بزاف هي وغزلان يقعدوا يتفرجوا مع بعض الأفلام يتفرجوا في اليوتيوب تقعد توري لها هكا في تليفون كاش فيديوهات وكانت بنتي غزلان تظل عندها في الشمبرة تمشت بسيش وارتاعها تلبس القشتاح اللي جيبتوا في الجهاز مرة تنشوفها تتصور بيه مرة تنشوفها تدير ماكياج وطبعا كنت ننهي بنتي كنت نقولها مهما كان فرق السن بيناتكم بسيط لكن لازم يكون حدود ما تنسيش باللي هذي راهي مرتعمك وراهي متزوجة وراهي عروسة جديدة كيف تلبسي قشها وتدخلي في شمبرتها مرات كنت نبغي نضربها لكن هي تقولي خليها ما فيها والو نورمال قاع كي كنا صغار كنا نبغون تدخلوا للشنابرة على العرايس ونديروا الماكياج ونلبسوا قشهم كنت نضحك عليها في قلبي نقولها يا ابنتي ما زالك صغيرة علاه كبرتي حتى الوحدة النهار رحت لدارنا ضيفة وتم شفت حركات غريبة بين بنتي غزلين ومحمد خوية مرة على مرة نشوفهم لازين لبعضهم ويحكوا يا دراشرة هم يهادروا كين سقسي محمد نقولها شك تقولها شك غيت خالي فيها محمد خوية في عمره 25 سنة وبنتي 13 سنة نقولها محمد شك تقولها يقول لي راني نزير فيها باش كي تدي معدل المليح ندلها قادو شباب وكن سقسيها تقول لي واهرا يقول لي قراي ومنع المهم ما ديتهاش ما مموقت لي بالصح هو يبغي الناس اللي يقراه وينجحه خليه يزيرها بلك تخرج لنا طبيبة ولا محامية ولا مهندسة قلت لها صحة المهم زدت قعد ثلث أيام ومن بعد جارج لي الداني لداري غير وصلنا بنتي رحت عند العروسة كي منظاري وبعد يومين كنا قاعدين في الكوزينة سلفتي تقسل في الموعين وأنا نعجل في المطلح وعجوستي وشيخي مجمعين في الصالة ويدخل لحماية ويجبد مرته من شعرها وبغير ميها برا وقعد يقولها وحد الخلام ما نقدرش نوصفها لكم قلنا له شكاين شكاين منا قعد يحط التليفون بين عينيها ويقولها شوفي تصاويرك شوفي تصاويرك الصدمة صورها عارية في وسط الشمبراتيحها كي قعدنا نسقصو فيه ونهدنو فيه وشيخي وعجوستي قاضبينها قال لهم باللي صور أبعثهم لي واحد وقال لي شوف تصاوير مرتك وكاتب لي كلام خاطير عليها كي شافت الصور هي قعد تقول له غزلان غزلان هي اللي صورتني هي اللي كانت معي في الشمبرة غزلان بنتي قعد ترجف وتقول محمد محمد أولي قال لي محمد مشي أنا شوالا ما فهمت ولو كيفها غزلان كيفها محمد ما فهمت وهنا حكموا بنتي وزيروا عليها راجلي وحماية راجل العروسة وحماية واخد آخر بديت غزلان بنتي تعترف وقالت لهم خالي محمد قال لي لو كانت تصوريلي فلانا في الشمبرة تحا وتكون عريانا رح نشري لك آيفون برو ماكس كينز وكي طمعني وقلت نصورها وصعي قالوا لها كيفاش حتى خليتيها تعري روحها قلت لهم كيما كل مرة قلت لها الجبدي الفاليزات تعج هازك وقعد يدقيسي وأنا نشوفه نقيس معاك وهي بلعت البيب تعالشونبرة وقعد تدقيس على نيتها وأنا مرة على مرة كيشوفها عريانا نحكمها في الأقضاء هنا يا أخوتاتي راجلي وحميتي رحوا يجروا للتيلفون تعبنتي الصدمة القاوة القالوري معمرة صور عارية دخلوا للفايبر لقاوها بعثتهم لمحمد خوية يا تبرادي شو لهذا قهد الشي صاري وانا معلى باليش وتم حكموا بنتي زرقوها بالصوت ما جيت نسلكها حتى بشبشوني معاها قتلوني طحوا في يد قتلوني عجوستي تسلك شيخي ورحوا يحوسوا على محمد خوية خليتهم خرجوا عيطلوا قتلوا هرب وخبرتوا قيح شسرة خفت يكتلوه وتسرة جريمة راجلي وخاوتو يدخلوا للحبس وخوية للقبر خفت مزيا خافوا من الفضيحة وما بغاوش يشكو به بغاو يحكموه ويعطوه طريحات على الكلاب ويطلبوه المهم كي راح ما القاهش ارجع عندي حاوزني وقال لي ما نحتاجكش عندي لانتي لولادك فضحتونا بهدلتونا تخيلي لو كان خوية قتل مرتو ولا قتل حوك روحي لداركم واستني ورقة اطلاق وفعلا رجعت لدارنا وكل يوم نعيط له ونبكي ابعت له خوالو عمومو لفامي تعنا الكبار والو شيخي وعجوستي سمحولي لكن هو ارفض تلت شهر بعت لي لويسي للدار باش نسني على ورقة الطلاق المحضر القضائي لكن انا ارفضت قلت لهم بغيا نرجع لداري لكن هو اصر المهم قبل العيد باسبوع في رمضان هذا الفين وربعة وعشرين عيط للاخت صافية صاحبة حكايات وروتينات صافية دي زاد حكيت لها قصتي لعل وعسى تحكيها وتقول للاخوات ينصحوني ويدعولي لكن صافية كي عرفت بلي انا من بالعباس وقريبة ليها بزيب بزيب قاتلي اعطيني رقم عجوستك ولا سلفتك ولا اخت زوجك وانا نهدر معهم ونقنعهم وفعلا اعطيتها رقم عجوستي مع اللول ما قبلوش وقالو لها ما تدخليش روحك لكن صافية عصرت وبعثت لهم قناتها قاتلهم الدخل والسمع وحكاياتي انا يوتيوباز ونحكي قصص وراها حكاتلي لاخت ومسكينة هي واش ذنبها واخوها هو المهم حكاتلهم كلش من بعد تلاقات الاخت صافية مع عجوستي واخت زوجي وسلفتي وقاتلهم قاع للقصة وهضرت معهم والحمد لله قبل يومين عيطت لها عجوستي وقاتلها راني قنعت ولادي باش يرجعوها والحمد لله ردوني لداري رجعت لداري وراني فرحانة وسعيدة بالرغم من انه خوت راجلي رهم نايفيني راجلي هدر معايا هدرها من فوق القلب هدرها زرقا وبنته ديما يحلف فيها لكن الحمد لله المهم ما طلقتش والحاجة اللي نقولها لكم تاني راح نرحل لدار الكراء ما قبلونيش في الدار الكبيرة لكن قاع هاك نقول الحمد لله المهم تلم الشمل ورجعت المياه الى ما جريها دعو لي ربي سهلي ودعو الأخت صافية ربي يحفظها ويعطيها ما تتمنى ورب يخليها محظر خير ديما هذه هي الحكاية اليوم ما نكذبش عليكم الحكاية هذه بالنسبة لي انا شخصيا درت فيها انجاز الحمد لله الأخت 4 شهر وهي غضبانة في دارهم يعني انجاز انجاز صافية وان شاء الله شعال من واحدة نقدر نساعدها مشيغي بالنصائح ان شاء الله اللي نقدر نساعدها انا والزوج تاعي سواء في اي حية ان شاء الله ما نبخلوش عليكم وراني بزا فرحانة بزا فرحانة ادعو للأخت ربي يبارك لها في زواجها وان شاء الله بنتها هذه ربي يهديها وتخرج منها الصالحات دعووا لها تاني اخواتي ونقسوا بناتكم في سن المراهقة هذا واعر وما تعلموهمش الماديات التليفونات ومع لبالي شي تصوالح كي اللي ولادهم والله الدراهم ما يعطوهم والهمش يشدوهم في يديهم انا كيما هاكا ولدي ما نعلموش قاعد قيمة الدراهم تخصك حاجة انا شريها لك اعطار هاكا حلوة ولكش حاجة ولادكم ما تخلوهمش يعبدوا الدراهم ويديروا اي حاجة علاجة لها صحيح يا اخواتي ان شاء الله العبرة من القصة تكون وصلت لحقنا نهاية الحكاية تاعنا تاع اليوم اللي دخلت جليدة طبعا نقول لك مرحبا بيك اشتركي في القناة وفعلي زر الجارس ليصلك كل جديد خصوصا البث المباشر اللي راني نديرو على التساعة ما تبغو تسقسوني تبغو كاش ناصيحة تبغو اي استفسار راح نجاوبكم عن المباشر ما تبخلوش عليا بجانب في هاد الحكاية فعلوا زر الجارس بارتاج ودروك ما بقى عليا غير نقولكم تحلوا في رواحكم نلتقي ان شاء الله في حكاية جديدة وروتين جديد سلام عليكم